هناخد جلاش وساملة بس وكريمة وشوية عسل في الاخر ده بيتعمل ازاي انا بجيب ورق المونيوم طبعا اللي بيتخاصصه حلويات بيبقى فيها الحاجات دي بتشتريها من اي اماكن الاستوانة من الحديد كده بتتباع دي بتبقى موجودة عندك زي الامونيوم كده او اللي ستالس بتبقى غالية مش رخيصة فاحنا عايزين نعملها في البيت بالتابع القليب اخذ بس وراء الامونيوم كده وابدأ ان انا اطبقها كده باعملها استوانة طبعا باعمل الاستوانة دي بحاجة من عايزة الجلاشة ايه فانا عايزة قطعة جاتو عايزة قطعة كبيرة زي الجاتو كده فابدأ اعمل استوانة بالشكل ده وابدأ ان انا الفها الفها ايه استوانة كده على الصبعين بتوعي كده عشان انا عايزها كبيرة عايزها قطعة جاتو ممكن اعملها صغنان ممكن اعتبقى على صبع واحد الفها ماشي واعمل كله بالشكل ده ايه بقطع ورقة كده الامونيوم باعمل ده بالعادة اللي انا عايزها اتناشر واحدة خمانستاشر واحدة عاشرة تمانية دي ما انت عايزة لفها كده واعمل ده كده بس اخد حرفها ده عشان اخليها قوية شوية وابدأ ان انا الف كده باعمل استوانة انا بقى من ايه بنجيبها غالية دي مالهاش لازن بس قدرها كله فين وفين يعني بس طبعا اللي بيحب يعمل حلويات بقى ممكن يبقى يشتريها واعمل استوانة كده ابدأ بقى اخد الجلاش ورقة الجلاش كده وحخليها على مقاس الايه مقاس الورقة انا اخد ورقة كده امسحة بالسامنة واروح تانيها كده حسب التانية انت عايزة انا عملتها قد نص الورقة قد نص الورقة هتبقى كبيرة مش تغيير زي ما اعطيك يعني واحد ياخدها قطعة جتوحل وكده مرة واحدة واروح واخده بقى الورقة دي كده ولف عليها بالراحة طبعا كده تمام الورقة مش هتبتاكل يا باب هنشيني الورقة بالاخر ماشي هنكمل نفس المقدار كده هجيب بقى ايه الصانية واروح حطى فيها الوحدات كده انا عملها الكبيرة دي وزي ما تك عايزها صغيرة عايزها كبيرة زي ما انت عايزة وادهنها بالسامن كويس واروح مدخلاها الفرن بص اه ادي كده الجلشة دي بعد ما ايه استوبت بطلع منها الورقة من نص الورقة الالبون يوم عادي متروحة بطبقها كده وشدها تطلب معك بمتاز سهولة تمام عشان هي مدهنة بالسامنة انا دهنة اصلا الجلشة اللي لازقة في الورقة بالسامنة فعمرها ما هتلزق فيها اجي بقى الكريمة وابدأ احشيها عارفين بتبقى شبه ايه؟ شبه بلح الشام كده بتبقى شبه بلح الشام المحشي عارفين فيه لا تهبت اتبع كده هي بتبقى شبهها بالضبط اشتركوا في القناة